النهاردة صحينا على خبر مفزع وهو أن مزيعة التلفزيون المصري اتعرضت للاعتداء ومع غياب التفاصيل وعدم ذكر أسماء ابتدت التخمينات والتوقعات تزيد وتقال أسماء كتير مختلفة خاصة أن الخبر اللي انتشر في البداية كان غمض جدا وما كانش فيه أي تفاصيل توضح حقيقة اللي حصل أو اللي تعرضت له المزيعة بس في الفيديو ده هتعرف كل حاجة عن الواقعة المزيعة اللي الأخبار اتكلمت عنها هي المرسلة هانا النحاس واللي بتشتغل في قطاع الأخبار في التلفزيون المصري هانا وهي ماشت طريقها زي كل يوم في مدينة الشروق اتفاجئت بوجودة عربية بتطريدها وقالت إنها كانت عربية سودة وما كانتش معلقة نمر وبالرغم من إنها حاول تهرب إلا إنها فشلت وأكبرها توقف عربيتها وتنزل منها وفعلا نزلت هنا من العربية علشان ما تحاولش تستفزوا فيعمل فيها حاجة ولكن اللي حصل بعد كده كان عكس توقعها خالص هي أول ما نزلت هجم عليها وزقها بشكل قوي عشان تقع على الأرض وتتخبط وتبدأ تنزف لحد ما تفقد الوعي وبعدها انتقلت للمستشفى وتعملها إصعافات أولية والنيابة بتحقق في ملابسات الوقعة بس تفتكروا الشخص ده كان متربص لها وكان كل اللي عاوزوا إنه يأذيها ولا كان ليه غرض تاني بس لما لقاها فقدت الوعي خاف وهرب إنت إيه تحليلك للموقف اشتركوا في القناة